اشتركوا في القناة مسافتنا المعتادة والمقررة في سباق مساء هذا اليوم هي ثمانية كيلو مترات ننطلق بالصدارة مشاهدين متابعين الكرام نتابع البداية والمقدمة واللي قادت المجموعة منذ البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية مشاهدين متابعين الكرام نتابع التحدي المثير والقدوم في هذه اللحظات من سلهود من سلهودة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط شعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي تليها مع المركز الثاني مع المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع من لوحن سمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم وغانب بن مسر بالقوبة امضمرها وامتابعها بهذا الاندفاع المثير المركز الثالث المركز الثالث ارى التسلل في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله مشاهدين متابعين الكرام سلهودة من تاتي مع المركز الثالث بالشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد المكتوم ومتابعة محمد عبدالله بدبيله من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز الثالث الدور دور المركز الرابع والتقدم في هذه اللحظات والتسلل التسلل من مهولة من بدأت تتسلل مع المركز الرابع السمو الشيخ راشد بن حمدام راد المكتوم عتيج بن سالم بالعرض الحميري من يتابع انطلاقة مهولة مع المركز الرابع خامس التحديات رهنيز زعفرانة مع المركز الخامس مع المركز الخامس والشعار سمو الشيخ محمد بذياب بالسيفة الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة زعفرانة من بدأت تنطلق مع المركز الخامس سادسا مشاهدين متابعين الكرام القدوم في هذه اللحظات التسلل من مهولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدام راد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري متابعا منطلقا بهذا الاندفاع المتميز مع المركز السادس سابع التحديات المركز السابع المركز السابع نتابع افكار نتابع افكار مع المركز السابع بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم مطار بن محمد بضبيعة متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز الثامن المركز الثامن القدوم من براق بالشعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم وسيد بن أحمد بن خريدة متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع المثير تاسع التحديات المركز التاسع المركز التاسع نتابع الضبي لسمو الشيخ راشد بن حمداب الراد المكتوم أبو أحمد عتيج بن سالم بن عرطي الحميري متابعا منطلقا بهذا الاندفاع المثير والرايع وملوح تتسلل مع المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمداب الراد المكتوم السعيد من عبيد الحميري امضمرها هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام ندان الاول ندان الاول اكملنا للعسر الاسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموسي هذا الشوت ولكن لنعود لنعود مع الصدارة مع البداية مع المقدمة مع التحديات المثيرة مع الانطلاقات الرائعة في هذا المساء الجميل اشتركوا في القناة نعود بالصدارة مشاهدين متابعين الكرام نتابع بداية هذا الشوت نتابع المقدمة نتابع التحديات المثيرة في هذا الانطلاق المتميز على ارضية هذا الميدان ملوح على الصدارة تقود المجموعة منذ البداية والشعار سمو الشيخ سعيد بمكتوم رايد المكتوم ومتابعة غانب المسل بالقوبة متابعا منطلقا بهذه التحديات المثيرة مع هذا الانطلاق المتميز المتميز ولكن ارى التغيير ارى التغيير اللي ترى وجرى على المقدمة نتابع الصدارة نتابع القدوم من سلهود اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوت والشعار سمو الشيخ حمد مراد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم ولكن ارى التدخل ايضا مع المركز الثالث مع المركز الثالث ارهني زعفرانة تتقدم مع المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان انهيان ومتابعة وانطلاقة الصادق فضل الامير من يتابع انطلاقة زعفرانة مع المركز الثالث الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوت مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الرائعة ما شاء الله تبارك الله الكوكب الثلاثية اللي ابتعدت ابتعد كلي ابتعد كلي عن بقية المشاركين ومع المركز الرابع الكاسمية تنطلق في هذا الاندفاع المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من الكاسمية لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم اللي انطلقت في هذا الاندفاع المتميز ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري ومع المركز الخامس المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات ايضا اللي تسللت مع المركز الخامس ارهنيهم هول اره مهول مع المركز الخامس شعر سمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم ومتابعة عتيج بن سالم بالعرضي الحميري من يتابع انطلاقة مهولة مع المركز الخامس ونحن نعادل حزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع المثير ما شاء الله تبارك الله ولكن بنعود أيضا نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة اشتركوا في القناة نعود بالصدارة مشاهدين متابعين الكرام نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع التحديات المثيرة ورسل هود اللي انطلقت بناموسي هذا الشوت وهذا الشعار شعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم ومتابعة وحمد سعيد بن سعلم الينيبي من اعلن هذا الانطلاق المثير والاندفاع الرائع ولكن ارى الزعفران مع المركز الثاني شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان والصادق فضل الامين من يتابع انطلاق الزعفران الثنتين ابتعدن ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين مع هذه التحديات المثيرة ما شاء الله تبارك الله المركز الثالث المركز الثالث والقدوم والاندفاع المتميز مشاهدين متابعين الكرام نتابع نتابع التقدم في هذه اللحظات وأرى ملوح مع المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوب الحمداب الرائد المكتوب ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري من يتابع من يتابع انطلاقة ملوح اللي انطلقت مع المركز الثالث بهذا التحدي المثير والعدد التنازلي العدد التنازلي لمجريات هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله الاتجاه السليم والصحيح الى خط النهاية والمنصة الرئيسية ما شاء الله والتغيير اللي ترى اللي ترى وجرى على المقدمة أرى الزعفران أرى الزعفران انطلقت بناموسي هذا الشوط وبهذا الشعار اللي ينطلق أيضا على المقدمة والصدارة ما شاء الله شعار سمو الشيخ محمد من ذياب السيفان الهيان والصادق فضل الامين يتابع انطلاق الزعفران اللي بدت تبتعد ابتعد كله ما شاء الله تبارك الله التحديات مثيرة المركز الثاني المركز الثاني رهني سلهود مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب ومتابعة ابو احمد سعيد بن سالم اللي نبي من يتابع من يتابع انطلاقة سلهود من لوح تتسلل مع المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان برائد المكتوب ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري الكوكب الثلاثية ولكن زعفران انطلقت بعدة المسافة قفلت على مجريات هذا الشوط مبكرا والمغادرة المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير زعفران تنفرد بناموس هذا الشوط تهانين من هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بالذياب السيفان الهيان التهاني التهاني للصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة زعفران بدت تباعد المسافة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير وتنفرد تنفرد بناموس هذا الشوط ماشاء الله تبارك الله الأداء المتميز العرض الجميل اللي تقدمه اللي تقدمه زعفران بدت تزيد من سرعتها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية اللحظات الأخيرة مشاهدين متابعين الكرام والعد التنازلي لمجرات هذا الشوط والزعفران بدون أي منافس تصل تصل إلى خط النهاية تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ محمد بالذياب السيفان الهيان والتهاني للصادق فضل الأمين زعفران تقترم من خط النهاية بدون أي منافس بدون أي منافس على الإطلاق والنقطة النقطة السادسة النقطة السادسة في هذا المساء تهانينا لسمو الشيخ محمد بالذياب السيفان الهيان ولهذا الشعار في هذا المساء الجميل تهانينا للصادق فضل الأمين ولحظات وصول وتحديات زعفران إلى خط النهاية بدون أي منافس بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام هذه لحظات وصول المركز الثاني المركز الثاني تاتي فيه الضبيب الشعار سمو الشيخ راشب بن حمدان برائد المكتوم وبقيادة عديج بن سالم بالعرطي الحميرية المركز الثالث تنطلق ملوح أيضا بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برائد المكتوم والمركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برائد المكتوم والمركز الخامس لسمو الشيخ راشب بن حمدان برائد المكتوم هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس الاسام المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشهوط نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول زعفران الى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة ثانيتين ست اجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان الانهيان والتهاني للصادق فضل الامين ولحظات وصول زعفران الى خط النهاية بدون اي منافس على الاطلاق بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الضبي لسمو الشيخ راشب بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة تعتيج بن سانم بالعرطي الحميري تقطع مسافة ثمانية كيلو مترات في فترة زمنية مقدارة 13 دقيقة بالتأكيد هذه العظات وصولها الى خط النهاية 13 دقيقة 25 ثانية بالوفاء والتمام ومع المركز الثالث مشاهدين متابع الكرام تاتي ملوح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري تقطع مسافة ثمانية كيلو مترات في فترة زمنية مقدارة 13 دقيقة 34 ثانية وست أجزاء من الثانية تهالينا للجميع والنموس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر